اهلا بكم حلقة جديدة النهاردة فيديو جديد هنتكلم فيه عن موضوع بتسئل فيه كتير جدا عن الابراج ودايما زي ما قلت لكم موضوع بتسئل فيه كتير جدا عن الابراج بحولها لجانرال حاجات جانرال او قصص جانرال نتكلم فيها فالنهاردة الموضوع ان هو ازاي تعرف ان فيه حد معجب بيك عن طريق الشاتين او الشخص ده يعني لو انتو مش بتشوفتوش بعض او يعني انتو بتتعاملوا شاتينج اكتر بتتعاملوا على السوشيال ميديا ازاي تقدر تفهم ان الشخص ده زعلاني ان الشخص ده بيحبك وان الشخص ده معجب بيك من غير ما يقولك يعني علامات كده بسيتك كده على السوشيال ميديا هتعرفك سواء الراجل بقى امرأة او اي حاجة ان الشخص ده عنده كراش عليك او هو معجب بيك او عايز يقرب منك اكتر قولولي انتو الى علامات اللي انتو بتشوفوه اكتبوهي تحت في الكمنت اول rehaballs بتفهمه ان الشخص ده معجب بيك او قالولي يتطرق علي من فين وانتو برج ايه وحد اكتر açoun او اول علامه ان الشخص ده داكونSTA pelAM子 اعنت داكون انشاتف هوا بيبقيت لك دايما يعني دايما بيبقيت لك ميبقيت لك من غير معنى يعني انشاتف لك صغير اعم ايها عايز يتكلم معك مش بيعيز منك حاجة مش بيعيز تقالك على حاجة تلاكك عشان يتكلم معك فدائما تلاقيه على طول بيبعتلك يقولك اي حاجة تفتح كلمة تلاقيه ازاي اخبارك ايه عامل ايه بتعمل ايه بحياتك يعني ها عملت ايه شغلك يعني هو عايز تتكلم فبيبقى ينشطف يعني بياخد الخطو الاولى انه هو يفتح كلام معك فدي علامة مهمة جدا جدا مش انت دائما اللي تبعت له او انت لو مبعت له هو مش هيبعت لك لا الشخص ده بيدور عليك يعني بيدور عليك ده يعني لو انت مبعت لهوش هتلاقيه هو بيبعت لك وهو دائما يمكن خمان هو تلاقيه بيبتدي يبتدي هو ان هو يبعت من ناحيته كمان اوكي طيب يبقى دي من اهم علامات ان الشخص ده معجب بيك او بيفكر فيك وانت شغله باله اي بي سي دي يعني طيب تاني علامة مهمة جدا جدا ان انت لو ما بتبعت للشخص ده بيرد عليك على طول في اقرب وقت ممكن يعني هو مش بيرد عليك في نفس الذات اللي اخضر ان هو ممكن يكون عنده شغل ممكن يكون في ميتنج ممكن يكون سايا ممكن يكون نايم بس كل ما بيشوف المسج بيرد يعني مش مش بنفض للمسج بتاعتك مش احيان انت ممكن حد تتبعت لحد حاجة بيشوفه مش بيدي فيدباك او مش بيرد او مش بيقول حاجة لا الشخص ده انت عمرك في حياتك ما هتبعت له مسج الا ما هيرد عليك ان انت شخص مهم بالنسباله وشخص ده قيمة بالنسباله فهو استحالة هينفض لك استحالة او استحالة هتبعتك او تلاقي بيبعت لك يعني بيبعت لك ميسج بكل الاشكال يعني مرة بيبعت لك فيديو كدة عجبه مرة بيبعت لك voice note عجبته يبعت لك voice note يعني يحكي لك علي حاجة مرة بيبعت لك text message يبعت لك صورته يبعت لك فيديوه و بيصوره لنفسه هتلاقي بيحاول ان هو ينوع كده في المسج بتاعته يعني مش دايما بيتكستيه لا احيان يبعت فيديوه احيان يبعت مثلا صورة لي صورة لحد الثاني كاميك عجبه فهو تلاقيه متنوع المسيجات حاجة تانية هتلاقيه شخص ده تحسنه هو بيحوطك من جميع الأحوال من جوايا النواحي يعني هو حواليك كتير يعني كل ما تروح في حتة تلاقيه شعرف فهو تلاقيه بيعملك لايكس على طول على الانستجرام وعلى الفيسبوك وتأذر السوشال ميديا اللي عندك وسهو بيحوالي يعني دايما بيحسسك انه موجود دايما بتحسنه أراون يعني انت حسنه انت هتفتح الموبايل تلاقيه في وشك كده من كتره و هو بيتابعك و بيرأبك و بشوف مين عملك لايكس مين عملك كامينس مين بيكلمك و مش بيكلمك حاجة تانية هتلاقيه ممكن بيغير عليك بطريقة اندارك يعني ازاي مثلا يعني لو في حد مثلا انت عملت بوست كده وحد جي مثلا لو انت بنت وهو راجل مثلا انت عملت بوست وفي راجل تاني او شاب يعني كتب لك كاميند اعمال لك مثلا كاميند و انت رديتي عليه و في دوتة رودة هتلاقيه هيلفه و هيدور والشخص ده هيقوم جايه سألك هو مينش خلان اللي انت كلمتيه فهتحسن هو بيرأب السوشال ميديا بتاعتك او الشخص اللي انت واجه ليه على السوشال ميديا بيبقى عارف بوستاتك عارف كل حاجة لان انت اي حاجة هتعملها هي مهمة بالنسباله و ذات قيمة عالية جدا اما الشخص اللي مش مواكب بيك ولا هيبقى مركز معيك ولا مع البيج بتاعتك ولا انت نزلت ايه و ما نزلتش ايه لا التاني اعدلك يعني مركز معاك تركيز اني لازينه نزلت صورة جديدة نزلت فيديو جديد نزلت كاميك فتلاقيه وتلاقيه دايما بعملك لايكس او كاميند سواء عايز تكون موجود حواليك و خلاص موجود باي شكل من الاشكال و دايما بعملك لايكس بس دايما بعملك لايكس زي انا مش بحسها يعني اصلا فيه نيز بتبقى بتعمل لايكس خلاص لايك من اجل اللايك فدي مش علامة قوي بس اوكي ماشي طيب بالنسبة الستوريز بتاعتك هتلاقيه دايما بيشوف الستوريز و التور مش عادة انا هيرده على الستوريز اما لو هو شخص يعني هتلاقي دايما بيشوف الستوريز بتاعتك كل ما تنزل استوريز هو لازم يشوفها هو بيشوفها عشان هو عايز يشوف انت بتعمل حتى ايه بحياتك بتفكر ازاي بتعتم بايه ما بتعتمش بايه حاجة كمان ان هو بيعتزلك لما مثلا يتاخر عليك في الرابد لما يختفي يعني اعتزلك ولشان هو خايف ان انت تزعلى او خايف ان انت تكون شخص حساس وانت تتداق ان هو مختفي او تتداق انهو ما رابدش علي طول او او beers هو هيبقى خايف على زعلك خايف على زعلك وبيعتزلك لو حصل موقف وسيط جدا انت اصلا ممكن否كونش وخل بلك ان الموقف نhun prayers بس هو متضايق ومش عايزك تزعلي مش عايزك تداق مش عايزuty تلص شعليك وعلاقتكم مع بعض فهو بيحافظ على زعلك وبيحافظ على يعني keep relation معك كويسة فبالتالي ان هو مثلا ان انت تزعل يعني او كده دي حاجة مش قموسه اصلا فهتلاقيه عايز صالحك على طول مش عايزك تتداق مش عايزك تشيل الهم كده فلو حصل منه موقف ضيئك هتلاقيه مثلا اتأخر عليك في الرد اختفى حصل موقف تلاقيه ولك معلشة الاسف اصلا راح بيبرر لك يعني ايه بيدي لك مبررات اما لو انت شخص مش في دماغه ولا هديك مبررات ولا اصلا هيبقى في دماغك ويعني يعني اعرف انت زي احد تاني اصلا مش فارق اوكي طيب حاجة كمان ان الشخص ده احني بيحكي لك تفاصيله يعني ده انا تلاقيه ولك ده انا عملت كذا وفلان ده رد علي وانا لو ما قلت له كذا بيحكي بتفاصيل كتير تفاصيل عنه وعن علته وعن اصحابه فتلاقيه عارف كل حاجة عن حياته مع ان يعني ممكن ما يكونش انت عايش معي او مش قريب منه بس تلاقيه بيحكي لك تفاصيل كتير جدا جدا عنه شخصية وعن الناس تعرفه وعن الناس قريبه منه وعن الناس اصدقائه فهو بيحب التفاصيل بيحب يحكي لك تفاصيل كتير جدا جدا كمان هتلاقي الشخص ده لو انت اختفيت او ما عملتش بوستات كتيره او يعني حصل اي حاجة ما بدخلتش قولها عطول هتلاقيه متابعك يعني تحس نعم رأبك كده اول ما تدخل يقولك ايه ده هو انت كنت مختفي فين او انت مختفي فين بقى لك فترة او انت مش بتبعاتليليه او انت مش بترضى على البيان او انت مش بتنزل بوستات بقى لك فترة ليه فحس ان هو مركز معاك قوي يعني نزلت ايه من نزلتش ايه ايه اللي حصل اطلعت نزلت فهو لان هو دايما بيفتح التفاصيل بتاعك يوميا ويشوف ايه اللي حصل معاك ويشوف انت عملت ايه وكلمت مين ومين رد عليك ويعني هو كأنك انت تحت الميكروسكوب معاه طيب علامة كمان مهمة جدا جدا هو انه في اي مناسبة بيتلكك عشان يدخل يكلمك ازاي مثلا يتلكه يدخل ويسألك اسئلة هو عايز يسطح معاك وحوارك وخلاص انا قلتها في البداية بس عايز اشرحها اكتر يعني هو ممكن ما يكونش فيه اي سبب مقتنخ ليه بتواصل معاك انت هتبقى موسوط خاسس انه فيه جديد يعني فيه جديد ايه خدي كده ماشي فيه جديد كده على طول يعني تحس ان انت عايز تتكلمه على طول عايز تعرف اخباره عايز تعرف بعمل ايه في حياته عايز تتأكد ان هو كويس عايز تتكلم معاه عايز ترغي معاه مش بتزهق منه خالص اوكي طيب علامة كمان الشخص ده بيحبك عن طريق الشاتنج ان هو اه الشخص ده يعني يعني لما بيشوف المسجز تحسن هو بيبعد لك بحماس كده يعني يعني مثلا تلاقيه بيكلمك مثلا يقولك hi triple i مثلا يعني بيحط حروف كتير يعني مش بتكلم عنك بطريقة فورمل تلاقيه مثلا بيحطولك اموجز كتيره او اموجز يعني يعني معناها indirect يعني هو بطريقة informal يعني مثلا تلاقيه مثلا يقولك اخبارك ايه تلاتة هاق مع بعض او ايه يعني يعني ياء 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 ده معناها ورده ان هو متحمس في الكلام معاك وان هو مبسوط قوي قوي في الكلام معاك حاجة كمان تلاقيه بيبعد لك على كل السوشيال ميديا مثلا تفتح الانسجرب تلاقيه بعت لك مسجز تفتح الفيسبوك تلاقيه بعت لك مسجز تفتح الواتساب تلاقيه بعت لك مسجز هو بيحصرك في كل حتة لان هو مبسوط ان انت موجود في حياته هو عايز تواصل معاك وخلاص طيب وحاجة كمان هو بيعد يبعد لك الحاجات اللي هو بيتعجب ويتليه مثلا بيعد لك فيديو وغنية رومانسية كده ومن غير ما يقول لك اي حاجة يعني عجبتني بيبعد لك هينتات كده بوست كده بيدل على الرومانسية والحب والغرام يبعد لك يعني اي بوستات او حاجات يعملك فورورد ليها علشان هو عايز يحسسك بنفس المشاعر اللي هو حسسها هو عايز شاركك في كل حاجة بيحبها فتلاقيه حتى لو عاجبوا اي حاجة على السوشال ميديا هو عايزك يشاركك معاها وقلولي الكلام ده مظبوط ولا لا يعني على نفسي بعمل كده مع الناس اللي بحبهم لما شوف اغنية عجبتني مثلا او بوست حجبني وحاجة دحكتني وقام على طول دارك لي من غير مفكر بعملها شارك مع الناس القريبة مني والناس اللي انا بحبها هو كمان هيعمل معاك كده لو حاجة عجبته وبقى عايز يعني عايزك تحس بنفس المشاعر اللي هو بيحسها اخر حاجة هتلاقيه بيغير عليك بيغير عليك على السوشال ميديا او بيغير عليك على السوشال ميديا يعني مثلا لو اتصل بيك ولقاك يعني اتصل بيك مثلا ساي كول ولقاك انت وبترغي معاك واو ما تكلمه هيسألك سؤالة اللي هو انت كنت فين او بتكلم مين او مين كان بيكلمك لان هو عنده فضول يعرف مين الشخص التاني القريب منك غيره فهيبقى مهتمة قوي قوي يعرف تفاصيل كتير عنك يعني هو عايز يعرف حاجات كتير عنك بتكلم مين مين قرب منك مين مين بيحبك مين بتحب مين مين يعني عايز جمع كل التفاصيل عنك فلو سألك اسئلة لو ايه تا انت كنت بتكلم مين حتى لو هو عمل نفسه مش مهتم فعرف ان هو مهتم قولولي الكلام ده مظبوط معاك ولا لا قولولي بتتبعوني من فين وبتفرج علي من فين ما تنسوش تتبعوني على السوشال ميديا على الانستجرام وعالفيسبوك وعاليوتيوب يا جماعة وعايزة كل الناس اللي عندي على الفيسبوك تدخل عندي على الانستجرام هنا تطبيع Complete My Instagram Account is rasha murad M-U M-U-R-A-D underscore والفيسبوك بتاعي كتبوا راشا مراب بالعربي اكتبوا انكن كو الصفحتة بتاعتي راشا مراب بالعربي والانجلس وان اي sacar فيني تبني ت tela growing me بحبكو أشوفكم فيديو تاني قولولي يا جماعة فعلا هل علامات دي بتشوفوها علامات اعجاب لشخص ما طرفلكوش بالحب عن طريق الشات ولا لأ لو في علامات تانية ملتهش اكتبوهايلي تحت في الكامل تانكيو بحبوكو جدا وبتشوفوا مي اي اكتر علامة بتعرفكم ان الشخص ده معجب بيكم انا بشوف العلامة تحسسني الشخص ده معجبين لانا كلهم بكلموا يرد على طول ولما هو يعني بيرد على طول يعني ما بيسبنيش غير ما بيرد ما بيردش يعني بيرد بتفاصيل مش بيرد مثلا بنقطة عارفين انتوا الرد بنقطة ده شكرا بحبوكو باي باي مع السلامة I love you all يا جماعة انجوي رمضان واذكر صباح ومساء ودعوا ربنا كتير وقرأوا قرآن واستمتعوا في كل اللحظة في رمضان شكرا باي باي مع السلامة